بدنا تحذيرات متأخر قمنا بمعسكر في تونس فيه أسبوعين تخلى لهم مقابلة واحدة اللعابة لعبوا فيها كل لعب أرى 45 دقيقة ثم رجعنا للمغرب درنا مقابلة العين 60-30 بالنسبة اللاعبين وبعد ديريكتما انشانينا الشامبيونز ديج لعنا اللعابة الشامبيونز ديج بالنسبة لنا كانت في المخطط التحذيرات متعنا الأربع مقابلات الشامبيونز ديج ومقابلة بوركين كانوا ضمن برنامج تحذير يعني اللاعبين ما زالوا موصلوش جهازات بدنية متاحهم القصوى رغم اللي كان عنا في كتير فيه 12 لاعب كهو خاصة اللاعبين الوسط كمارا وإيرفي عارفين المشكلة متاع اللاعبين أجانب اللي كان عنا أكثر من العدد وخاصة كل مرة مش يدير شواش كون مش نحايدوا فاهم أكيد دايبش أثر على المردود الذهني متاحهم نشكرهم نشكر اللاعبين كل اللي اللي بدوا معنا تحذيرات من أول الموسم كانوا لاعبين ممتازين على مستويات الكلب خاصة ديسيبلين متاحهم وحبهم الفريقهم للعمل الحمد لله المرحلة هذه عادناها بسلام ترشحنا البول في الشامبيونز ديج في البطولة عودنا رجعنا رغم الصعوبات للقناها كما شفتوا اللاعبين الجاوج جد تنقصهم الجاهزة البدنية وهذا أكيد لأنهم ما كانوش كومبيتيتيف في النوادي متاحهم وما خاموش بتحذيرات دونك أكيد بش يكون عندهم نقص احنا عاملين توا في المرحلة الجاية برنامج اللاعبين هذو ما بش يكونوا على مستوى البدني أحسن وان شاء الله الرجع في المومون كلي تكون حاضرة مية في المية بش أكيد الوبجيتيف متاعنا هو تتويج غياب شوف مع الدكتور احنا فريق الرجع العالمي حاضر لأي قرعة احنا الوبجيتيف متاعنا هو لعب النهائي وفوز بالشامبيونز ديج يعني اللي بش نواجهوه في الدور المجموعات مش نواجهوه من بعد ولي مش نواجهوه في الدور المجموعات بش نواجهوه من بعد في الربع ولا في نصف النهائي ولا في النهائي دونك احنا حاضرين للفرق الكل احنا بش نكونوا عازمين بش نوصلوا للمكسيموم في البطولة هذي كوتش مبعد جديد الهدفات شنو لديك اللي كان من وراء المسجد الخانجة بش بين الرجع بدل وجاء كما قلت نحنا كان عنا مشاكل في التحذيرات متاعنا كان عنا في كثيف ضيق كانوا مشاكل اخرى ادارة ارتائت وعرفتها وحاولت صلحها الحمد لله الفريق البطل ما يهبطش رأسه الفريق البطل ديما يبرهن اللي هو موجود الحمد لله في ثماشي تدوم رغم اللي هما كانوا في اسبوع واحد نفس اللعابة اللي لعبوا هما اللي قاموا بردد فعل وراءوا اللي هما مازالوا موجودين ولنا مرة اخرى نحب نشكرهم من قلماتكم الصح